ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الذي ساهم في توفير التكلفة المباشرة بنسبة 85% وقد تحقق ذلك بفضل تعاون شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتوفير العديد من الخدمات الخاصة أما نظام الاجتماعات التفاعلية إلكترونيا وفر تكلفة مباشرة بنسبة 90% حيث أن عقد الاجتماعات عبر استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات قدم حلا متقدما دون الحاجة إلى الوجود الفعلي للمشاركين في الاجتماع وتم توفير ما يقارب 22 ألف دينار محريني وتعمل مزايا تقنية المعلومات والاتصالات على توظيف ثلاثة مسارات وهي التقنيات الرقمية لنمو مستدام ومنصف ولطاقة وبيئة متجددة ولجودة حياة وتعليم بناء كما تعمل على تعزيز التواصل وتطوير التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والإلكترونية وتشجيع العمل عن بعد وتحسين التصنيع الذكي ترجمة نانسي قنقر